اعتبر محللون أمنيون إسرائيليون أن لدى إسرائيل مجموعة من الخيارات التي قد تعتبرها انتقاماً وليس تصعيداً كبيراً دون إرهاق قواتها المنتشرة في غزة وعلى حدودها الشمالية وأيضاً في الضفة الغربية وبحسب ما ذكرته صحيفة وولستريت جورنل فإن خيارة إسرائيل تشمل الهجمات الإلكترونية والهجمات المستهدفة على المواقع الرئيسية المملوكة لإيران مثل البنية التحتية للنفط الإيراني وفد محللون بأن إسرائيل استهدفت في الماضي إيرانيين وبنية تحتية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني دون تحمل المسؤولية ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى ولكن بشكل أكثر صراحة فيما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إسرائيل يمكن أن ترد بشكل غير مباشر من خلال ضرب أحد وكلاء إيران في المنطقة وبحسب الصحيفة قال محللون إن أي هجوم إسرائيلي على المواقع النووية الإيرانية الرئيسية سيكون غير مرجح لأنها اتقه على عمق كبير تحت الأرض والقيام بذلك يتطلب دعم ومساعدة من واشنطن ترجمة نانسي قنقر